احتفلت مديرية الأمن العام اليوم بافتتاح مركز تدريب مديرية شؤون اللاجئين السوريين بهدف تعزيز قدرات الأمن العام في مديرية شؤون اللاجئين والمنظمات الدولية وتعزيز التشاركية الفاعلة بينهم جهود كبيرة تبذلها مديرية الأمن العام من أجل بناء قدراتها الأمنية وتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بالتعاون مع الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي حيث جاء افتتاح مركز تدريب مديرية شؤون اللاجئين بهدف تمكين العاملين في المديرية من القيام بمهامهم وبما يرتقي لمستوى الخدمات الشرطية الأمنية المقدمة للاجئين والمواطنين قدمت الجمهورية الشيكية الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية منذ بداية الأزمة السورية وهناك تنسيق مستمر ما بين السفارة الشيكية ومدرية الأمن العام لبناء قدرات العاملين لديهم ليستطيعوا التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وأتقدموا بالشكر لمدرية الأمن العام على ثمرة جهودها المتميزة والتي تمثلت في إنشاء هذا المركز الذي سيستخدم من أجل بناء قدرات العاملين في مدرية شؤون اللاجئين يذكر أن الأردن تعامل عبر تاريخه الحديث مع موجات كبيرة من اللجوء جعلته من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم فضلا عن دوره الكبير في مد يد العون والمساعدة للاجئين ترجمة نانسي قنقر